سريع جدا ونقص لخمس دقايق أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان وعمار حمدي من اللعبة اللي لفتوا النظر بشكل كبير قوي 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 مع فرقهم دول هل هيبقى يعني هيرجحوا من نادي الأهلي ولا هيستمروا في إعارتهم أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان من ولادي النادي تمام وأحمد ياسر ريان كمان عمل موسم كويس قوي مع الجونة عمل مرضود هايل جدا على المستوى الأداء والأرقام كمان يعني جاي بحوالي سبعة جونة مع الجونة عمار أمل بالنسبة لنا أنت القايمة بالنسبة لك تلاتين السنة دي قد يكون الأمر مزعج بالنسبة للأنداء اللي كانت عندها عدد كبير من اللعبة طبعا أمر مزعج جدا لكن في النهاية له استفادة فنية على الفكرة له استفادة فنية بشكل كبير قوي العدد هيقل شوية التركيز هيبقى كويس جدا مع اللعبة اللي موجودة ديت يعني حتت أن فيه إصابات ممكن تكون قلقان سنة في الفترة ديت يعني عندك كريم عندك سعد سمير ومحمد محمود ومحمد محمود وعندك شريف إكرامي دولة أربعة من الناس اللي بيلعبوا في شكل كويس طب مؤمن زكريا مصيره إيه؟ يعني من ساعة ما رجع مؤمن مفيش أي مؤمن رجع وكلم معنا في مباراة أو آسف في معسكر أسبانيا آخر كلام أو آخر تاريرات جاية أنه هو فضله أسبوعين أو ثلاثة من دلوقتي يعني لكن مؤمن بتأكيد لعيب كويس يعني طبعا موجود مع نادي الأهلي؟ طبعا يعني أنت بتكلم في قايمة أنا محددتهاش لوقتي ومش دوري يعني مش أنا اللي هقول للنساء يبدأ من لحد يوم 28 عنده قايمة محلية أو آسف أفريقية لازم أحددها بكرة ده الدور اللي هنشتغل في نوع الراجل وهنقول هلنا بكرة لكن قايمة محلية ممتدة لحد يوم 28 من اللي اختار ألو ديانج ومحمود متولي؟ بيعرض على الراجل بالتأكيد يعني الراجل بيتعرض عليه لأسماء بيشوفها بشكل كويس ده من فترة على فكرة يعني من حوال شهر ونص على حكوة فترة اللي هي كانت بين مباراة الإسماعيل ومباراة المقاولين يعني